هذا الشهر ربما يكون من أصعب الشهور رمضان التي مرت على اليمنيين إلى ما قبل 22 ستمبر هي نفس الطريقة التي تتعامل بها هذه السلالة ما قبل ثورة 26 ستمبر والآن وحاليا لكن ما زادت تفاقم الوضاع في هذه المرحلة وخصوصا هذا العام هو قلة البرامج الأممية التي كانت ربما تمر على كثير من الوسر ونحن مطلعون على كثير من البرامج التي توقفت على كثير من الوسر عندما سألناهم قالوا هناك تخفيض في البرامج وسقطت عدد من الوسر أشوائيا على حسب ما قيل ذلك يعود إلى أنه كيف تخفيض في ظل أوضاع كل مرة عن المرة ولا هذه السنة هي أكثر سوءا من المرات الدعم المالي الذي يصل قليل جدا وخصوصا في مناطق سيطرة الميليشي الحوتي هناك عديد من المنظمات خفضت برامجها إلى أقل من النص تقريبا وهذا فاقم الوضع على الأسر المحتاجة والمعازة التي هي بحاجة إيماسة جدا إلى مثل تلك المعونات زايد ما تقوم بسرقة ميليشي الحوتي رفضها للبصمة البيومترية التي تحدد من هم ذوي الاحتياج الخاص تلاحظ أيضا عدم أيضا منح التراخيص للمنظمات بالتحرك وأفراد المنظمات تعيق بشكل كبير وذكر ذلك في مجلس حتى في كل الإحاطات التي قرأت في مجلس الأم